السلام عليكم اتخلتها نقاشات مستفيضة خلال هذه النقاشات وجه سيد رئيس الوزراء عدة توجيهات اولها هو عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء بداية الأسبوع القادم محتملة تكون يوم الثنين مخصصة لمناقشة واقرار الموازنة الاتحادية للعام 2020 هنا قد يسأل سائل يقول 2020 ما بقى منها غير ثلاثة شهر وليش الموازنة تأخرت هنا لازم نقول انه ظروف اللي مر بها البلد بداية هذا العام والنهاية العام الماضي وبداية هذا العام استقالة الحكومة السابقة وتحولها الى حكومة تصريف اعمال بالشهر الخامس يلا استلمت هذه الحكومة مهامها هذا كان سبب في تأخير اقرار الموازنة وارسالها الى مجلس النواب هذا لا يعني ان الحكومة كانت تتصرف بغياب سند قانوني في سواء الوزارات او غيرها بموضوع الصرف اعتمادا على قانون الموازنة السابق وقانون وربطا بقانون لدارة المالية كانت الحكومة وفق القانون الوزارات وفق القانون تتصرف بما يسمى واحد على اثناش اعتمادا على الموازنة السابقة لا يجوز لأي وزارة خلال الفترة الماضية ان تتجاوز ما صرفه لهذا الشهر من العام السابق بمعنى انه شهر الثامن من العام 2020 لا يمكن لأي وزارة ان تصرف اكثر مما صرفه او خصص لها في الشهر الثامن من العام 2019 رغم ذلك والتزاما واحتراما لقرار مجلس النواب والتزام الحكومة بهذا القرار بارسال موازنة خاصة لعام 2020 مجلس الوزراء خصص جلسة طارئة في بداية الاسبوع المقبل لإقرار هذه الموازنة توجيه مهم اخر وجه بي سيد رئيس الوزراء الى وزارة الداخلية لشخص الوزير بالتحقيق بحوادث التجاوز والاعتداء على القوات الامنية بواسطة الات جارحة سواء في قرب وزارة الكهرباء او بعض الاماكن وسوف تحت تحقيق في هذا الموضوع مع تأكيد الحكومة على امرين مهمين الاول هو التزامها بحماية حق التظاهر السلمي ودعم هذا الحق وحماية المتظاهرين والاستماع الى مطالبهم والسعي لا تحقيق الامر الثاني هو التعامل بحزم مع كل من يسيء او يتجاوز او يعتدي على القوات الامنية المكلفة بحمايته اكو عندنا توجيه اخر لسيد رئيس الوزراء خلال الجلسة ترد الى سيد رئيس الوزراء طلبات بتعيين كوادر متقدمة في الوزارات من بعض الوزراء وهنا اكد السيد رئيس الوزراء ووجه بان تكون معايير اختيار هذه القيادات سواء مدرع عامين او مفاصل اخرى في الوزراء التقدمة اكد على معايير ثلاث مهمة الاولى هي الكفاءة والنزاحة لا شيء يتقدم على الكفاءة والنزاحة على ان لا تتعدى على المعيار الثاني وهو التوازن الوطني وهو معيار دستوري اما المعيار الثالث اللي يجب ان يتحلى به الكوادر المتقدمة في الوزارات هو روح القيادة السيد رئيس الوزراء ووجه الوزراء ان يقترحون اسماء يرشحون مدرع عامين ان يلتزموا بهذه المعايير الثلاث حسب الترتيب توجيه اخر السيد رئيس الوزراء فيما يخص وزارة الكهرباء والتحديد الموضوع الجباية هناك مشروع للجباية يعتمد على التكنولوجيا الحديثة على السمارت كارت وسيبدأ تنفيذه قريبا السيد رئيس المجلس الوزراء وجه وزير الكهرباء ووزير الاتصالات واحد مستشاريه لاعداد جدول زمني وخارطة طريق واضحة للبدأ بتنفيذ هذا المشروع المشروع هناك مشروع اخر وهو مشروع الحكومة الالكترونية بعض الوزارات قد يصل عددها الى 12 وزارة قد اكملت نوعا ما خطواتها لإكمال هذا المشروع رئيس مجلس الوزراء وجه اليوم بمتابعة هذا الموضوع ومتابعة الوزارات المتلكة وعلى ان يوضع امامه خلال الجلسة القادمة تقرير مفصل عن الوزارات المتلكة اللي حثها على استكمال مشروع الحكومة الالكترونية في اسرع وقت ممكن قرار مهم اليوم اتخذ مجلس الوزراء فيما يخص اصحاب الشهادات العلية تعرفون تعرفون عددهم تأثيرهم حقهم شباب شابات تعبوا عوائلهم تعبت عليهم حتى يقدرون يوصلون للحصول على هذه الشهادات العليا وملاحظين ومتابعين خروجهم للشارع منذ العام الماضي حد الان هذا محل اهتمام مجلس الوزراء كان من اجل ايجاد فرص عمل لهؤلاء لذلك مجلس الوزراء اليوم استمع الى مقترح وطلب وزارة التعليم العالي واقر هذا المقترح الذي سيستوعب حسب وزير التعليم العالي اكثر من 2500 شاب وشابة من حملة الشهادات العليا هذا الاستيعاب رح يكون من خلال الجامعات والمعاهد الاهلية وخليني اتلع على حضراتكم صيغة القرار اللي اقر مجلس الوزراء بهالخصوص اولا الموافقة على تعديل المادة 6 ثاني انباء من تعليمات تسهيل تنفيذ قانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 3 لسنة 2019 وبحسب الات تدقيق الملاك ومحاضر التعينات في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية ومدى مراعاة نسبة التدريسيين الى الطلبة لتحقيق النسب العالمية للتدريسيين مقابل الطلبة وهنا لكل اختصاص هذا المعيار وهذه النسبة لكل اختصاص ولكل تخصصات اكو نسبة معينة اللي اقرر اليوم ان تكون هذه النسبة للتخصصات الطبية نسبة 12 الى 1 تدريسي 1 12 طالب تخصصات الهندسية والعلمية بنسبة 1 الى 20 تخصصات الانسانية نسبة 1 الى 30 هذا سيستوعب بحدود 2500 حامل لشهادة عليا ثانيا الزام الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين والاستفادة من الملاك الكل للتدريسيين على الملاك هناك ظاهرة واضحة انه بحثا من هذه الجامعات والكليات عن الرصانة العلمية تلجأ الى اساتذة وتدريسيين متقاعدين من الاسماء الكبيرة المعروفة وبلدنا مليان الكثير من هؤلاء تلجأ لهم وهنا الزام للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بعدم زيادة نسبة المتقاعدين الاستفادة من الملاك الكل للتدريسيين على الملاك مشروع اخر ايضا اقر مجلس الوزراء وهو في غاية الاهمية وهو مشروع تشغيل شباب هناك منحة من البنك المركز العراقي ب 700 مليار دينار عراقي توزع على المصارف الاهلية وفقالية معينة وهذا المصارف الاهلية تقدم قروض للشباب من اجل فتح مشاريع تحاول اولا تحريك الاقتصاد ثم القضاء على قدر الامكان التقليل من نسبة البطالة وخلق فرص عمل نص القرار لخص هذا الموضوع هو الموافقة على قيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المشروع الوطني لتشغيل الشباب من خلال الاستفادة من الدليل الاسترشادي الذي اعدده وزارة التخطيط وزارة التخطيط اعدد دليل استرشادي وخلق اسمي بالالية اللي ممكن ان ينفذ بها هذا القرار كي يؤتي ثماره ويؤتي اكله ومثل ما ذكرت انه هناك مبلغ ب700 مليار اعطى الى المصارف الاهلية ووزع على المصارف الاهلية من اجل تأمين هذا الجانب طبعا جائحة كورونا بالتأكيد وكالعاد وفي كل جلس يستمع مجلس الوزراء الى تفصيل من السيد وزير الصحة حول الوضع الحالي للجائحة التحديات اللي يتواجه الدولة والمجتمع وعيد استدكار ما حصل يوم امس من قرارات مهمة للجنة الصحة والسلامة الوطنية حيث كما تعلمون تم اقرار فتح المطاعم زيارة نسبة الموظفين ودام الموظفين إلى 50% استعناف الأنشطة الرياضية هذا لم يأتي اعتباض هذه الجائحة التي ألمت بالبشرية عموما وتوقفت فيها الحياة الاقتصادية هذا كان محل نظر سواء للجنة يوم أمس لجنة الصحة والسلامة أو لمجلس الوزراء هذا اليوم واتخذت هكذا قرارات من أجل استئناف الحياة والعودة للحياة الطبيعية وهي مؤشر اطمئنان رغم الأعداد المتزايدة للإصابات التي يرافقها أيضا أعداد متزايدة بعدد المتشافين من هذه الجائحة وبالأمس اللجنة استمعت إلى رأي منظمة الصحة العالمية من خلال ممثلها وأعطى رأيا مطمئنا رغم ازياد الأعداد هنا أيضا سيد رئيس الوزراء وجه السيد وزير الصحة بالتواصل مع نظرائه في الدول المتوقع أن يكون عدد الزائرين في الزيارة الأربعينية عدد كبير وجه بالتواصل عبر الدوار التلفزيونية مع نظراء في هذه الدول من أجل أن تأخذ هذه الدول احتياطاتها فيما يخص توعية مواطنيها الذين سيقدمون إلى العراق بمناسبة الزيارة الأربعينية أنا استعداد الآن الاستماع إلى أسئلتكم وضلوا السلام عليكم عليكم السلام جيد السلام جيد الزائر كما تعلمون هناك دعوات متواصلة برلمانية لاستضافة رئيس الحكومة ومسائلته على فترة توليه يا ترى هل في جابة الحكومة حجة كافية للرد على ذلك هذه الحكومة ملتزمة بالدستور وهي تحترم حق مجلس النواب في الاستضافة وهذا قد يكون من أهم ملامح والعناصر قوة هذه الحكومة هو التزامها بالدستور ورئيس الوزراء والحكومة وأي وزير في هذه الحكومة مستعد لتلبية أي طلب دستوري وقانوني يصدر مجلس النواب بهذا الخصوص السلام عليكم أستاذ أحمد سجاد الموسوي من العراقية الإخبارية وأيضا سؤال وكالة الأنباء العراقية هل هناك تحرك جدي من قبل القوات الأمنية بعد التحركات السابقة على الحد من الضربات الصاروخية أو الهجمات الصاروخية على منشآت حيوية وكذلك مناطق حساسة في العاصمة والشق الثاني أيضا من السؤال أستاذ أحمد موازنة 2020 هل تتضمن معالجة المتعاقدين وفق قرار 315 337 لاسيما وأن أعدادهم تبلغ بال400 ألف في مختلف الدوار وهم حاليا بدون مرتبات شكرا جزيلا وأسعى على طالة خلي أبدأ بسؤالك الثاني ما تحدثت به سيحاول تغطي الجزء كبير منه في موازنة 21 التي تقريبا جاهزة والوزارات ممكن قد كثير من الوزارات قد أكملتها وزارة المالية تعكف على تمام مشروع القانون هذا ما تحدثت به قد يعالج في موازنة 21 موازنة اتحادية أما هذه الموازنة فكما ذكرت هي لوضع الإطار القانوني للموضوع الإنفاق رغم أنه الإطار القانوني كان موجود وتهيئت موازنة للأشهر المتبقية نجي على سؤالك الأول كل الخروقات الأمنية الموجودة فيما يتعلق بلي ذكرته موضوع الإطلاق الصواريخية متابعة متابعة وهناك معلومات استخباراتية موجودة عند الأجهزة الأمنية وهناك إجراءات تتخذ سواء فيما يخص مطلقي هذه الصواريخ أو بعض الجهات الداعمة لهؤلاء المطلقين وقد نسمع خلال الأيام القادمة عن بعض التفاصيل عن بعض الحالات التي حصلت مؤخراً هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية ساهرة ومتابعة وقد لاحظتم أن هناك بعض الحالات إطلاق صاروخ واحد لكن سريعاً الأجهزة الأمنية تكون في مكان الإطلاق هناك عدة صواريخ أخرى لم تستطع هذه الجهات الإرهابية إطلاقها خوفاً من تحديد موقعهم سريعاً وخوفاً رغم سهولتها وأنتم تعلمون كم هي سهل بإمكان من سيارة متحركة أن تطلقها الصواريخ لكن جهد الأجهزة الأمنية منع كثيراً إطلاق العديد من هذه الصواريخ والتي أطلقت هناك متابعة حديثة من هذه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لتوصل إلى حقيقة مطلق هذه الصواريخ والجهات الداعمة له السلام عليكم وليد جبوري وكالت قلم لبيض أهلا وسهلا في الأسبوع الماضي وهذا اليوم وصل وفد من حكومة الإقليم للتفاوض حول موازنة الإقليم من الموازنة العامة هل ستوصل حكومة المركزية بالنسبة معينة لموازنة الإقليم أم هناك أمر آخر فيما يخص الرواتب والديون المترتبة على الإقليم والبالغة وحسب تقارير ديوان الرقابة المالية هي 128 مليار دولار من جهة أخرى ما هو يمصير أموال النفط الذي يتم تصديره من قبل الإقليم وحسب إحصائياتهم 650 ألف برميل يومياً عدا أموال المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب أعيدك للاتفاق الأخير الذي تم بين سيد رئيس الوزراء ورئيس وزراء الإقليم وبنوت هذا الاتفاق بالنتيجة مواطنين الكرد هم مسؤولين من هذه الدولة وأنتم تعلمون كيف يعاني المواطنين في كردستان من شحة السيولة المالية بسبب توقف الرواتب لكن رغم ذلك عندما أرسلت الحكومة هذه الأموال إحساساً منها بحاجة المواطنين في كردستان إلى هذه الأموال كان لزاماً عليها أن وفق هذا الاتفاق الذي أشرت له أن تضع الشروط والبنود التي تلزم الإقليم بالالتزام بالدستور والالتزامات من خلال موضوع النفط موضوع الموارد الأخرى فيما يخص المنافذ الحدودية هذا اتفاق مرحلي لحين إقرار موازنة 2021 وسينقل تقريباً هذا الاتفاق إلى الموازنة ستحل بالحوار وبالتواصل الدائم وهذا اللي يتفقه عليه السيد رئيس الوزراء وسيد رئيس حكومة الأقليم استمرار الحوار من أجل حل كل العواق وأن تفي كل جهة بالتزاماتها الدستورية المتقابلة وسيكون الدستور هو السقف لهذه الاتفاقات السلام عليكم أحمد ليث مراسل قناة الطريعة الفضايا استاذ أحمد اليوم الإعلام الكويتي يقول بأن خور عبدالله هو ملكاً للكويت باتفاق مسبق مع رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي وربما هذا الآن سيكون أشبه بالحصار البحري الاقتصادي على موانئ العراق المهمة التي تحتاش إرادتها بالدرجة الأساسية على الممرات أو الطرق المائية التابعة لها في خور عبدالله هناك مبدأ تشير عليه هذه الحكومة ولن تتنازل عن هذا المبدأ لن تفرط بحق العراق لكن بالحوار بالتفاهم وفق الموافق الدولية دولة الكويت دولة جارة وشقيقة ولدينا العديد من المصالح المشتركة وفق مبدأ عدم تفريط هذه الحكومة بأي حق تثبت الوثائق الدولية سيتم التفاهم والتواصل والتباحث مع الدولة الجارة الشقيقة الكويت وسيتم تحديد حق الكويت وحق العراق فيما يخص موضوع الحدود فيما يخص موضوع خور عبدالله فيما يخص موضوع الموانئ فيما يخص المياه الأقليمية كل هذا لن تفرط به الحكومة وفق المواثيق الدولية المعروفة مع الاعتزاز والاحترام للدولة الشقيقة الجارة دولة الكويت وحرص العراق على التواصل مع جميع دول العالم وفق مبدأ المصالح المشتركة دون التعدي على الحقوق ومع احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية أسأل حضرتك عن الحملة الأمنية التي تجري في البصرة القوات الأمنية العراقية تحت شعار حصر سلاح بيد الدولة عدم السماح لسلاح المنفلد هل هذه الحملة ستكون فقط مستهدفة العشارة العراقية كما قيل أم أنها ستسهدف أطراف أخرى وفصائل أخرى مسلحة نعلم وتحدثت قبل قديل حضرتك وزميلي أيضا أن أطراف مسلحة أيضا تمتلك السلاح وهي تقوم بعمليات مسلحة بين فترة وأخرى هل هذه العملية ستكون مقتصرة فقط على العشائر أم أنها ستطال كل الأطراف الأخرى التي تمتلك سلاح خارج سلطة الدولة شكرا دعنا ابتداء أن نتفق على قضية أساسية أن القضية ليست سهلة بل هي معقدة هي نتاج لسبعة عشر عام من تعقيد سياسي داخلي وخارجي هي نتاج لضعف الدولة طيلتها السبعة عشر عام إذن هي قضية معقدة لكن ما أستطيع أن أؤكدها نحن جادون بهذه القضية وهناك خطوات وإجراءات بدأت في البصرة طبعا هي غير موجهة إلى عشائرنا الكريمة هي موجهة إلى معنى السلاح المنفلت خارج سلطة الدولة وهذا إطار واسع وعام يشمل ما نسمعه من أعمال عنف تقوم بها بعض العشائر بسبب الخلافات وتشمل أيضا أفق أوسع بدأت في البصرة وممكن في مناطق أخرى تبدأ هي إجراءات تدريجية محسوبة من أجل عدم خلق أي حالة من عدم الاستقرار هدف هذه الحكومة أن تتم هذه العملية بهدوء وعدم جر الأطراف العراقية إلى أي نوع من أنواع السراع وهناك مسار سياسي أيضا إلى جانب هذه الإجراءات الحكومية قد يساعد هذا المسار السياسي في حل هذه المعضلة المعقدة والكبيرة التي أشرت لها أشكركم مرة ثانية نشوفكم إن شاء الله في مناسبة أخرى سيطح حالة سيطح سيطح